بحث معالي ناصر بن ثاني الهام لوزير الموارد البشرية وتوطين مع معالي سيد ذو الفقار بخاري المساعد الخاص لرئيس مجلس وزراء فاكستان لشؤون المغتربين وتطوير الموارد البشرية سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات وقضايا العمل واستعرض معالي ناصر بن ثاني الهام لحزمة المبادرات والقرارات التي يتم تطبيقها في سوق العمل في الدولة لدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص وتمكين طرفي علاقة العمل من مواجهة تداعيات فيروس كوفيد 19 كما استعرض المبادرة الإنسانية الإجازة المبكرة التي تتيح للعاملين في القطاع الخاص العودة إلى بلدانهم بتقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو بمنحهم إجازة من دون أجر من جانبه أشاد بخاري بالجهود المبذولة للحد من تفشي الفيروس ووقاية فئة العمال في الدولة ومن ضمنهم الجالية الباكستانية وحماية حقوقهم